اشتركوا في القناة الحلقة بتاعتي النهاردة ان شاء الله عن الوحدة التالتة عن طرق حفظ الاغذية طبعا اهداف الوحدة دي ان احنا بنعرف الطالب ايه هي الطرق المختلفة لحفظ الغذاء لاطول فترة ممكنة مع عدم الدرب القيمة الغذائية للغذاء فيه طرق كتيرة جدا في حفظ الاغذية والهدف الاساسي من حفظ الاغذية ان احنا نخليه عندنا الاطول فترة ممكنة وان احنا ممكن نخرجه في وقت ما يكونش فيه هذا الغذاء زي مثلا احنا كده عندنا لما بيكون عندنا موسم المشمش احنا بنبتدي ناخد المشمش ده وبنشتري منه كميات كبيرة خصوصا في المشاريع بتاعتنا بنشتري منه كميات كبيرة وبعد كده بنتم حفظه بالطرق السليمة علشان خاطر بعد كده لما نيجي في موسم غير موسم المشمش نبتدي نطلعه ونبتدي نصنع منه المنتجات المختلفة اللي هي على سبيل المثال صناعة المرباط وصناعة العصائر وصناعة الشراب الطبيعي كل دي منتجات بنبتدي نطلعها في وقت ما غير مش موجود في المشمش طريقة طرق حفظ الغذاء طرق طويلة طرق كتيرة جدا ممكن ان احنا بنحفظ الغذاء يعني قبل ما اقول طرق حفظ الغذاء اعرف كده حاجة بسيطة يعني ايه كلمة حفظ حفظ الغذاء هي عبارة عن تثبيت او وقف عوامل الفساد تثبيت او وقف عوامل الفساد في عندنا كذا حاجة من عوامل الفساد دي لو اصابة الغذاء بتؤدي الى فساده المطلوب مننا ان احنا ندور على الطريقة الصحيحة اللي بنعمل على اساسها عملية وقف لهذه العوامل او تثبيتها او وقفها الفترة محددة عشان خطيره بعد كده ممكن انها ايه يعني طرق حفظ محتلفة عندنا طرق الحفظ هي عبارة عن تقليل او وقف عوامل الفساد عوامل الفساد دي بتتمثل في كذا حاجة ممكن تتمثل في الاحياء الدقيقة الاحياء الدقيقة اللي عندنا دي عندنا فيه عندنا الفطريات فيه عندنا الخمائع فيه عندنا البكتيريا كل دي كائنات حياة دقيقة ممكن انها تصيب الغذاء وتؤدي الى فساده فيه عندنا تاني مثلا الانزيمات فيه بعض انواع الانزيمات اللي موجودة داخليا او تتفاعل داخليا داخل المادة الغذائية وبتسبب لك تغيير في اللون بتاع المادة الغذائية ممكن مادة بوسي تلاقيها بعد فترة تتحول للون البني وده بيؤثر سلبا على الإنسان يعني ما يلاقي حاجة مثلا طفاحة مجففة ولونها مسود طبعا هو مش هيقبل عليها أبدا فهيضطر أنه يطور على واصلة حفظ مناسبة ممكن تكون التفاعلات الكيميائية داخل المادة الغذائية عندنا مثلا الزيوت والدهون الزيوت والدهون مع فترة من الزمن لو ما تحفظتش بطريقة صحيحة قد يؤدي هذا إلى تزنخ الزيوت والدهون وتؤدي إلى تخيير الخواص الكيميائية والخواص الحسية للمنتج الغذائي ودي برضو من الحاجات الموجودة برضو الأكسوجين عندنا الأكسوجين ووجوده بيعمل أكسادة لبعض أنواع المواد الغذائية عندك مثلا فرضا أنت بتيجي تطبخ مربا وانت بتطبخ المربا في حلال مفتوحة تبصي تلاقي وجود الأكسوجين داخل السمرة أو وجود الأكسوجين بينامس السمار أثناء عملية الطبخ تبصي تلاقي السمار بتتحول إلى اللون البني ويبقى لون المربع عندك غامق ممكن كمان عندك بعض أنواع اللحوم اللحمة لما بتيجي تتعرض للبيع بعد فترة تبصي تلاقي الأكسوجين بيصيب الإيموجلوبين بتاع اللحمة ويحولها من اللون الأحمر الناصع الجميل تبصي تلاقي اللون بتدى يبقى قاطم ويبتدي يبقى يتغير لون اللحمة كل الكلام دي اسمها عوامل فساد لا حصرة لها الأكسوجين ده مشكلة كبيرة في أنه بيعمل فساد غير طبيعي للمواد الغذائية يبقى احنا دلوقتي عندنا عوامل الفساد عندنا البكتاريا أو الأحياء الدقيقة عندنا الإنزيمات عندنا التفاعلات الكيميائية عندك الأكسوجين كل دي عوامل اسمها عوامل فساد يبقى أنت بتيجي تعمل عمليات حفظ حفظ يعني إيه؟ الحفظ أني أنت بتوقف أو تثبت عوامل الفساد دون الضرر بالقيمة الغذائية للمادة الغذائية مجيش أنا أحفظ مادة غذائية وبعد ما أجي أحفظها أبو السلاقي أنا المادة الغذائية تدهورت الخواص بتاعتها يبقى أنت كده بواسط الدنيا خالص صح أو لا يبقى أنت لازم تدور على طريقة لا تؤدي إلى خلال أو لا تؤدي إلى فقد القيمة الغذائية وتدهور المادة الغذائية عندنا طرق الحفظ كثيرة ومتنوعة أول حاجة من طريقة الحفظ رقم واحد التحكم في الحرارة يعني إيه بتتحكم في الحرارة يعني أنا بستخدم طريقة الحفظ عن طريق الحرارة في عندنا نوعين من أنواع الحرارة ممكن تكون حرارة مرتفعة وممكن تكون حرارة منخفضة الحرارة المرتفعة أنت بتستخدم حرارة مرتفعة في عملية الحفظ عندنا حاجتين البسترة والتعقيم خلي بالك أنا بس رد لك طرق الحفظ مرة واحدة وبعد كده إن شاء الله هناخد واحدة واحدة ونبتدي نشرحها بطريقة يعني أكتر استفادة يبقى أول حاجة أن احنا بنعمل عملية حفظة عن طريق التحكم في درجة الحرارة عندنا كم نوع من درجات الحرارة؟ اتنين عندنا درجة الحرارة المنخفضة ودرجة الحرارة المرتفعة درجة الحرارة المرتفعة زي عندنا البسترة وعندنا التعقيم نستخدم درجات حرارة مرتفعة علشان خاطر أحافظ على المادة الغذائية طب ممكن نستخدم الحرارة المنخفضة عندنا حرارة منخفضة حاجتين عندنا عملية التبريد وعملية التجميد يبقى إحنا خدنا التحكم في الحرارة عندنا حرارة مرتفعة زي البسترة والتعقيم وحرارة منخفضة زي التبريد والتجميد في دلوقتي خلاص خلصنا كده من الحرارة ممكن أعمل طريقة حفظ الطريقة تانية خالص اللي هي التحكم في الرطوبة إحنا عارفين إن المادة الغذائية فيها نسبة رطوبة عالية بتتفاوت ما بين مادة غذائية وأخرى الرطوبة دي بتبقى عامل أساسي في فساد المواد الغذائية إذن أنا لو تحكمت في هذه الرطوبة حقدر إن أنا أحافظ على جودة المادة الغذائية وحفظها لأطول فترة ممكنة التحكم في الرطوبة فيه عندنا ثلاث حاجات عندنا التكفيف وطبعا هناخد أنواعه وعندنا إضافة الملح وإضافة السكر دي ثلاث حاجات اسمها التحكم في الرطوبة عندنا فيه حاجة تانية اسمها التضبيط المباشر للكائنات الحياة الضقيقة التضبيط المباشر للكائنات الحياة الضقيقة يعني إيه؟ إن إحنا في هذه الطريقة بنستخدم المواد الحفظة الكيميائية المصرح باستخدامها في المواصفات القياسية إحنا إحنا هنبتدي نعمل حفظ بس عن طريق إن إحنا نستخدم مواد حفظة كيميائية وخلي بالك المادة الحفظة اللي أنا باستخدمها لابد أن تكون واردة في المواصفات القياسية وبالنسبة المحددة المسموح بيها لأن أنا مقدرش أستخدم أي مواد كيميائية من النفسي لازل تكون معروفة معروفة المصدر ومكتوبة في المواصفة وبالحدود المسموح بيها هي دي الجودة عندنا في عندنا طريقة تانية من طرق الحفظ عن طريق التخمرات عن طريق الحفظ بالتخمرات وحناخد أنواع التخمرات المختلفة اللي ممكن إن إحنا نعمل بيها طرق الحفظ في برضو طريقة تانية من طرق الحفظ اللي هي الحفظ بالتدخين إن إحنا بنعمل عملية تدخين لبعض المواد الغذائية عشان نعملها عملية حفظ وكل نعارفين وبناكولها في شام النسيم اللي هو ايه زي مثلا الرنجة دي اسمها اسماك مدخنة في بعض انواع اللحوم بتبقى مدخنة ان احنا استخدمنا البخار الغاز او الدخان الناتج من احتراق الخشب او سوائل تدخين احنا عملناها وكسفناها واستخدمناها في عمليات الحفز يب احنا كده عملت الى حد ما كده بلورت الاجزاء الاساسية في عملية الحفز استخدام التحكم في الحرارة تحكم في الرطوبة التثبيت المباشر للكائنات الحية الدقيقة وفي عندك عملية الحفز بالتخمرات وكل واحد يسرد تحتيها حاجات كثيرة عندنا نوعين من انواع الحفز عندنا طريقة حفز مؤقتة وفي عندنا طريقة حفز مستجيمة يعني ايه طريقة حفز مؤقتة طريقة حفز مؤقتة اننا بقلل عوامل الفساد ولكن لا اوقفها يعني ايه يعني انا فترة معينة بقلل عوامل الفساد اقلل نشاط الاحياء الدقيقة اقلل نشاط الانزيمات اقلل نشاط التفاعلات الكيميائية طيب لفترة معينة بعد كده تبتدي تنشط هذه الكائنات مرة اخرى وتنشط عوامل الفساد مرة اخرى طريقة الحفز المؤقتة ممكن انها تقعد اسبوع اسبوعين من غير ما يحصل فساد للمادة الغذائية ولكن بعد ذلك تبص تلاقي المادة الغذائية قد يحدث لها فساد زي ايه زي عندنا التبريد اما انت بتجيب الحاجة خضار او فواكه وتيجي تحطها في التلاجة هل الخضار والفواكه اللي انت بتحطها جوه التلاجة دي بتقعد فترة طويلة ولا بتقعد فترة زيارة انا سمع طالب بيقولي دلوقتي بتقعد ممكن اسبوع لاسبوعين وبعد كده ابو السلاقي لو انت مثلا حاطت خيار او حاطت بعض انواع الخضارات تبتدي تنكمش وتبتدي تذبل وتبتدي يبتدي يظهر عليها بقى الفطريات والكلام ده يبقى احنا كده بنقول على دي طريقة حفز مؤقتة لانها بتعمل ايه بتقل العوامل الفساد ولكن لا توقفها عندنا طريقة الحفز التانية اسمها طريقة الحفز المستديم يعني ايه مستديم لا كلمة من كلمة مستديم انها بتقعد فترة طويلة من غير ما يصيبها اي نوع من انواع الفساد يعني بتعمل ايه بتوقف عوامل الفساد بتوقفها زي ايه زي عندنا نموذج من النماذج عندنا عملية التعقيم احنا عندنا مثلا المعلبات معلبات بتاعت صلصة الطماطم معلبات التونة معلبات اللحوم معلبات الالبان تلاقي الحاجات دي بتقعد فترات طويلة ممكن يقول لك ايه يعني تحفظ في مكان جيد التهوية وجاف ويقول لك ايه صالحة لمدة اربع اشهر يعني هتقعد اربع شهور من غير مضبوظ يبقى انا استخدمت وسيلة حفظ مستديمة اضطلع لعوامل الفساد طالما انت معلب صح ومعقم صح ومخزن صح كل حاجة عملتها بطريقة صحيحة جدا هتبص تلاقي المادة الغذائية اللي معاك هتقعد فترة طويلة دون ان يصيبها اي نوع من انواع الفساد هنبص دلوقتي على الشريحة اللي جاية من خلال جدا عشان نقول او نلخص الكلام اللي انا قلته دلوقتي عندنا صناعات الصف الاول الزراعية عندنا اول حاجة قلنا طرق الحفظ طب ما نيجي نشوف كده طرق الحفظ يعني ايه حفظ الغذاء نقول اهم ما بقى او اهداف الوحدة ممكن نقولها الاول الهدف من الوحدة دي ان احنا بنكسب الطالب مهارات طرق الحفظ المختلفة تلمة مهارات طرق الحفظ المقصود بيها ان انت هتحفظ بعض انواع الخضر والفكهة وتعملها عملي داخل المعمل والتاني حاجة اكساب الطالب مهارات المحافظة على غذائه صالحا لاطول فترة ممكنة اما نيجي نقول اول حاجة نعرف معنى حفظ الغذاء معنى حفظ الغذاء قلنا عبارة عن هو اتباع الوسائل والطرق التي تؤدي الى وقف او تقليل عوامل الفساد طيب نقولها تاني الحتة دي هو اتباع الوسائل والطرق التي تؤدي الى تقليل عوامل الفساد ايه هي عوامل الفساد؟ زي الاحياء الدقيقة زي الانزيمات زي الاكسوجين وفيه كمان التفاعلات الكيميائية لاطول فترة ممكنة مع المحافظة على قيمة الغذائية تحفظ المادة الغذائية بس ما تبوصش الخواص بتاعتها لما اجي اقولك دلوقتي قسم طرق الحفظ المختلفة اللي هي تقسيم طرق الحفظ المختلفة عندنا نوعين من انواع طرق الحفظ اول طريقة التحكم في الحرارة التحكم في الحرارة التحكم الحرارة عندنا ممكن نقول الحفظ باستخدام الحرارة المنخفضة زي ايه سامع طالب بيقول لي زي التبريد وزي ايه كمان فيه عندك زي التجميد يبقى إذن التبريد والتجميد من طرق الحفظ باستخدام الحرارة المنخفضة فيه عندك كمان الحفظ باستخدام الحرارة المرتفعة عندك فيه عملية البسطرة وهنتكلم عليها كمان شوية وفيه عندك عملية التعقيم ودي استخدامها الحفظ باستخدام الحرارة المرتفعة فيه عندنا طريقة تانية اللي هي التحكم في الرطوبة ان انت بتتحكم في المية اللي موجودة جوه المادة الغذائية عندنا زي ثلاث حاجات الحاجة الاولانية عندنا التكفيف وبعد كده اضافة الملح وبعد كده اضافة السكر ودي التحكم في الرطوبة في عندك التضبيط المباشر للكائنات الحية الدقيقة يعني حاجات باستخدمها مباشرة عشان توقف لنشاط الكائنات الحية الدقيقة زي استخدام المواد الحافظة الكيميائية زي ما انا قلتلكم المواد الحافظة بتكون وردة في المواصفة القياسية وبالحدود المسموح باضافتها في عندك دلوقتي انواع طرق الحفظ حتى يقول لي انواع طرق الحفظ ايه صح كده طرق الحفظ المؤقت وعندنا طرق الحفظ المستديم طب احنا عايزين ناخد نقول ليه قلنا طرق الحفظ المؤقت طرق الحفظ المؤقت زي ايه زي عندنا التبريد حاجة لما تيجي تحطها جوى التلاجة تقعد فترة وبعد كده تبوز اسبوع اسبوعين وتبوز لانها قللت عوامل الفساد بس ما اوقفتش عوامل الفساد عندك التانية البسترة البسترة برضو من طرق الحفظ المؤقتة واحنا حنقولها ليه لانها برضو بتقضي على البكتيريا او الخضرية وليست الجراسيم يعني لو فيه جراسيم حاجات متجرسمة بكتيريا متجرسمة ما تقدرش تقضي عليها علشان كده بنقول عليها من طرق الحفظ المؤقت فيه عندك من طرق الحفظ المؤقت المادة الحفظة المواد الحفظة برضو تعتبر مواد حفظ مؤقتة مش مستديمة فيه عندك بيقولك انها سميت مؤقتة لانها حطتلك تحت لانها تقلل حطتلك تحت تقلل خط عشان تنتبه لانها بتيجي ساعات صح وغلط لانها تقلل عوامل الفساد ولكن لا توقفه ونستطيع حفظ المادة الغذائية لمدة قد ايه؟ لمدة اسابيع فقط طب احنا عندنا عملية التبريد وعملية البسترة دي واضافة المواد الحفظة دي تعتبر عمليات حفظ مؤقتة لانها عوامل تقلل عوامل الفساد ولكن لا توقفه وتستطيع حفظ المادة الغذائية لمدة اسابيع فقط فيه عندنا دلوقتي طرق الحفظ المستديمة طرق الحفظ المستديمة اللي بتقعد فترات طويلة من غير ما يبوز الغذاء عندك زي عملية التجميد وحنتكلم عليها كمان شوية وعندنا عملية التكفيف اللي يا طرق الحفظ المستديمة وعندنا التعقيم يبقى الثلاث حاجات دول من طرق حفظ المستديم علل حيجيلك بعد كده ايوه سمي يا مستديم ليه؟ لانه يوقف خلت بالك انا حطى لك خط تحت كلمة يوقف لانه يوقف عوامل الفساد ونستطيع الاحتفاظ بالمادة الغذائية لمدة قد تصل سنة وممكن توصل كمان لأكتر من سنة حنتكلم أول حاجة الحفظ باستخدام الحرارة المنخفضة عندنا أول حاجة عملية التبريد طيب التبريد عبارة عن ايه؟ التبريد عبارة ان انت بتعمل خفض للأغذية او حفظ للمادة الغذائية على درجة حرارة منخفضة يعني انت بتيجي تحط المادة الغذائية جوالتلاجة بتحفظها على درجة حرارة منخفضة طيب درجة الحرارة بتاعت التلاجة بتصل لكام؟ من صفر لخمسة درجة مقوي يعني بما يعادل اتنين وتلاتين لتمانية وتلاتين درجة فرنهايتي ابناء الطلبة عارفين دلوقتي الفرق بين الدرجات المقوية والدرجات الفرنهايتي وازاي بمعادلة بسيطة نستطيع ان احنا نحول الدرجات المقوية الى فرنهايتي والموضوع ده خلاص كده احنا ابتدينا عرفناه وعرفنا عمليات التحويل طيب بيحصل ايه؟ بيحصل ان حفظ الأغذية على درجة حرارة منخفضة من الصفر الى خمسة درجة مقوي واثنين وتلاتين لتمانية وتلاتين درجة فرنهايتي تقلل او تبطي من نشاط الاحياء الدقيقة لكن ايه؟ ما تقتلهاش طب بتناسب كل ايه دلوقتي؟ بتناسب الخضروات وبناسب الفاكهة وهي وسيلة مكملة للأغذية المباسترة او المدخمة احب اتكلم عن الجزئية دي دلوقتي كده احنا عندنا دلوقتي استخدمنا درجة الحرارة المنخفضة احنا عندنا قلنا فيه نوعين من درجة الحرارة المنخفضة فيه عندنا عملية التبريد وفيه عندنا عملية التجميد عملية التبريد قلنا وسينة حفظ مؤقتة وليست مستديمة طالب اهو بيقول لي عشان بتقللي عوامل الفساد مبتوقفوش برافو عليك خلي بالك انت ما تيجي تحط في التلاجة التلاجة درجة حرارتها بتتروح ما بين السفر الخمسة يعني اثنين وتلاتين لثمانية وتلاتين درجة فرنهايتي انا بخفت درجة حرارة المادة الغذائية دون انا بقول كلمة اهو دون تحويل الرتوبة الى تلج يعني المادة الغذائية عندك بتحطها الخضاء بيبقى طاري زي ما هو الرتوبة اللي موجودة في المادة الغذائية موجودة ما تحولتش لتلج المادة الغذائية محتفظة بالقوام بتاعها خلي بالك الحتة دي التبريد يعتبر وسيلة مكملة يعني ايه وسيلة مكملة يعني انت مثلا عندك بتعمل عملية تدخين لأسماك بتعمل رنجة مثلا او بتدخل اسماك الرنجة ممكن بعد ما تخلص عملية التصنيع تاخد الرنجة دي وتحفظها في التبريد يبقى دي اسمها وسيلة مكملة لما تيجي تعمل باسترة لأي نوع من انواع السوائل اللبن او العصائر بتعمل ايه بعد ما تيجي تعمل عملية الباسترة بتبتدي تحفظها في التبريد يبقى إذن دي تعتبر وسيلة مكملة لعملية الحفظ يعني أنت بتحفظ بطريقة وبتكمل عليها بالتبريد وممكن أنها تكون تبريد خضروات وفاكها فقط اللي هي بتعود فترة في التنهجة وبعد كده بيحصل لها عوامل التضاهر تبتدي تتدخل في عندنا حاجة اسمها وسائل التبريد يعني إيه وسائل التبريد حاجات أنا باستخدمها علشان أعمل عملية التبريد كانت زمان ودلوقتي بنستخدمها عندك إيه؟ أول حاجة التلج العادي إيه التلج العادي ده؟ الميا كانوا بيعملوها أولب تلج وبعد كده يحطوها على المادة الغذائية في تلجات كده زي كانت من الستلستيل ويحطوا الأولب بتاعت التلج والأولب دي من شأنها إنها حتخفض لك درجة حارة المادة الغذائية دون أن يحدث لها فساد في طريقة تانية من طريقة التبريد ممكن تكون المخالية المبردة المخالية المبردة يبقى مخلوط ما بين إيه وإيه؟ ما بين تلج وما بين ميا وما بين ملح ويبتدي يعملوا المخلوط ده المبرد ده ويبتدي يستخدموه في عمليات التبريد فيه برضو ممكن إنهما بيستخدموا التلج الجاف إيه التلج الجاف ده؟ إيه التلج الجاف ده؟ هو عبارة عن غاز ثاني أكسيد الكربون في السورة الجافة والتلج الجاف ده بيتميز إنه ما بينصهرش بيقعد فترة طويلة من غير ما بيحصل له عمليات انصهار وكفقته عالية في عمليات التبريد يبا إحنا خدنا دوقتي كذا حاجة تلج العادي فيه عندك المخالية المبردة فيه عندك التلج الجاف اللي هو ثاني أكسيد الكربون في الحالة الصلبة وفيه أربع حاجة سوائل التبريد سوائل التبريد اللي إحنا عرفينها معظمها وإن شاء الله اللي حيطلع الصف الثاني قسم التصنيع غذائي حياخد أنواع هذه السوائل اللي هي عندك الفريون وفيه عندك الأمونيا وفيه عندك ثاني أكسيد الكربون كل دي تعتبر سوائل تبريد فيه منها ما له مميزات وعيوب وفيه منه مميزات فقط يبقى ما جا أقول لك ما هي وسائل التبريد وسائل التبريد التلج الجاف المخالية المبردة عندك سوائل التبريد وفيه عندك طبعا خلي بالك أنت لما بتيجي تعمل عملية التبريد لابد أن يكون عملية التبريد في جو معدل يعني إيه في جو معدل إحنا دلوقتي عندنا طبعا التلجات الخاصة بحفظ الخضر والفاكهة طبعا إنت ما بتبصش على التلاجة اللي عندك في البيت لا إحنا بنتكلم على التلاجات التجارية اللي إنت لما بتجيب خضر أو كميات كبيرة تبتدي تحفظها فيها لحين إن إحنا نعمل العمليات التصناعية المختلفة الجو المعدل ده بيبقى جو معدل ما بين غاز ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين بيتعمل وبتتزبط هذا الجو علشان المادة الغذائية تقعد معانا فترات طويلة بدون أن يحدث لها فساد ودي حاجات معروفة جدا في عندنا تاني طريقة من طرق الحفظ باستخدام درجة الحرارة المنخفضة في عندنا التجميد وإحنا عارفين التجميد وسيلة حفظ مستديمة لأنها تعمل إيه؟ توقف عوامل الفساد لما جا أقولك بقى عارف التجميد إحنا ما بنحفظش ده عبارة عن كلام علمي إحنا بناخد كلمة كلمة هتبص تلاقي مع الوقت هتلاقي نفسك أنت لوحدك بتعرف تسرد الجملة علمية بطريقة صحيحة نقول التجميد هو خفض درجة حرارة المادة الغذائية مع تحويل الرطوبة إلى تلج المرة اللي فاتت كان في التبريد إحنا بنخفض درجة حرارة المادة الغذائية بناء الطلبة ولكن دون تحويل الرطوبة إلى تلج لكن بحالة التجميد بعمل إيه؟ بنعمل خفض درجة حرارة المادة الغذائية مع تحويل الرطوبة إلى تلج عندنا نوعين من أنواع التجميد عندنا تجميد اسمه تجميد سريع وعندنا تجميد تاني اسمه تجميد بطيء يعني إيه؟ إيه الفرق بين الاتنين؟ هنقول الفرق بين الاتنين عندك التجميد البطيق تعال كلمة بطيق يبقى المدة طالما بطيق يبقى المدة اللي بياخدها مدة طويلة ده مدة طويلة قوي طيب عندنا التجميد السريع كلمة سريع يعني اذا بيقعد فترة صغيرة قد تصل الى نص ساعة والمادة الغذائية دي تتجمد معاك دي اول حاجة في الوقت التجميد البطيق نشوف بلورات التلج بتاعته هتبص تلاقي ان بلورات التلج بتاعت التجميد البطيق نجد انها كبيرة في الحجم وغير منتظمة وخرج النسيج يعني تبص تلاقي الرطوبة بتاعت النسيج جوه كده المادة الغذائية تبص تلاقي الرطوبة بتتحول لتلج تبص تلاقي التجميد البطيق البلورات شكلها مش منتظم وممكن انها تقطع لك الانسجة وتخوك برا يبقى بلورات التلج نجد انها كبيرة في الحجم وغير منتظمة وخارج النسيج طب التجميد البطيق لا هتبص تلاقي بقى العكس تبص تلاقي بلورات التلج المتكونة صغيرة في الحجم ومنتظمة وداخل النسيج يعني مفيش حاجة متقطعة من النسيج وطالع برا شكرا تبص تلاقي التجميد السريع حاجة وغضة حجمها بالزبط تجميد البطيق تلاقي مثلا الحاجة وغضة اكبر من حجمها التجميد البطيق نجد انه بيؤثر تأثير ميكانيكي على الانسجة يعني ما تيجي تاخد مادة غزائية زي اللحوم او الدجاج يعني منتجات اللحوم او غيرها وتيجي تحطها تجميد بطيق تلاقي بعد فترة ما تيجي تطلع اللحوم دي تبص تلاقيها ان انسجة بتاعتها نعمة لاني حصل بلوقات التلجة اصرت وقطعت الانسجة بتاعت المادة الغزائية ولكن في حالة التجميد السريع نجد انه لا يوجد اي تأثير ميكانيكي على الانسجة دي من ضمن الحاجات برضو نجد ان التجميد البطيق كمية السائل المنفصل منه كبيرة وبالتالي المادة الغزائية لا تحتفظ بقيمة الغزائية بتاعتها ايه السائل المنفصل ده السائل المنفصل السائل الناتج من صهر المادة الغزائية عندك دلوقتي لما بتيجي تجامد اللحمة لما بتجي تجامد اللحمة المفروض الطريقة الصحيحة انت بمجرد ان انت ما تجيب اللحمة بتتغسل وبتتقطع القطعيات اللي انت عويزها وتبدأ تتغلف وتتحط في التجميد اللي حصل انه لما انت بتطلع اللحمة من التجميد وتسيبها فترة خارج الفريزر أو خارج التابريد تبصي تلاقي فيه كمية سائل بينزل من هذه اللحوم السائل ده بيسموه ألدرب ألدرب أو السائل المنفصل والسائل ده قمته الغذائية عالية جدا قمته الغذائية عالية لأن فيه معظم الأملاح المعدنية والقيمة الغذائية بتاعت اللحوم كلها عشان كده بنصح ربات البيوت وبنصح بناء الطلبة لما بيجوا يعملوا يسهروا مادة غذائية ما يسهرواش في الجو العادي لأ يحطوها جوه التلاجة علشان ما تفقدش كمية سائل منفصل وبالتالي المادة الغذائية بيحصلها إيه؟ فقد في القيمة الغذائية يبقى أنت عشان تاكل كده قطعة اللحمة وتديك القيمة الغذائية بتاعتها إيه المفروض ما تخليش السائل المنفصل ده يفقد من هذه القطعية يبقى أنا ما بجي أقول التجميد البطيق ماله التجميد البطيق لما تيجي تعمل تجميد بطيق وتصهر المادة الغذائية كمية السائل المنفصل أو الدرب هتبصت لقيها كميتها كبيرة بتفقدها وبالتالي لا تحتفظ المادة الغذائية بالقيمة الغذائية بتاعتها ولكن في حالة التجميد السريع لا العكس بقى تبصت لقي كمية السائل المنفصل من المادة الغذائية مالهة قليلة تفقد كمية السائل قليل وبالتالي تحتفظ المادة الغذائية بالقيمة الغذائية لأطول فترة ممكنة التجميد البطيق هتبصت لقيه قد يحدث فساد في بعض الأحيان وقد تتغير بعض خواص المادة الغذائية يعني تبصت لقي المادة الغذائية ما بتبقاش فريش زي ما أنا كنت على حطها لكن في حالة التجميد السريع الموضوع ده برضو بيختلف ويخلي بالك كويس جدا اني لازم تفرق بين درجة التجميد ودرجة التخزين بالتجميد يعني ممكن انت تجمد على التجميد السريع على حاجة درجة معينة وانما تيجي تخزن تخزن على درجة معينة عندنا التجميد البطيق درجة الحرارة اللي بستخدمها سالب عشر سالب عشرين درجة مئة قوي التجميد السريع لأ ده ممكن يصل الى سالب اربعين او سالب خمسين طب انت لو جمدت الحاجة تجميد سريع سالب اربعين سالب خمسين هل تقدر ان انت حتحفظ المادة دي على نفس هذه الدرجة او تخزن على هذه الدرجة لا طبعا لان انت لو خزنت المادة الغذائية على سالب اربعين او سالب خمسين هتبص تلاقي بعض فترة يحدث تدور شديد للمادة الغذائية طب لما انت هتعمل ايه انت لما هتيجي حجم التجميد السريع وتخزن مثلا لو عندنا لحمة نخزنها على سالب 18 درجة مئة لازم تبقى فاهم الحتة دي كويس جدا هنشوف الكلام اللي قلنا ده من خلال الشرايح الجاية ما نيجي نقول طبعا احنا عرفنا التبريد هو حفظ الاغذية على درجة حرارة منخفضة من السفر الى خمسة قلنا طبعا درجة مئوية من 32 ل 38 درجة فرنايتي بتقلل او تبطئ من نشاط الاحياء الدقيقة ولا يقتلها يناسب كل من ايه خضروات فاكهة وقلنا هي وسيلة مكملة للاغذية المباسترة او المدخن وسائل الحفظ بالتبريد قلناها اللي هي عبارة عن رقم واحد قلنا التلج العادي قلنا المخاليط المبردة زي التلج والملح وقلنا التلج الجاف واحنا عرفنا التلج الجاف هو ثاني اكسيد الكربون في الصورة الصلبة وكمان فيه سوائل التبريد اللي هي عبارة عن ايه وايه اللي هي عبارة عن الفريون والامونيا دي طبعا كلنا معظمنا عارفهم طرق التجميد عندنا من اهم طرق التجميد عندنا زي ما انا قلت عندنا التجميد السريع وفيه عندك التجميد البطيء لما نيجي نشوف دلوقتي نقول التجميد السريع عبارة عن إيه؟ طبعاً لما نيجي نقوله أول حاجة درجة الحرارة اللي بستخدمها بنجد إنها على سالب 40 إلى سالب 50 درجة مئة أو إيه؟ طبعاً التجميد السريع بياخد زمن أقل من ساعة يعني نص ساعة ممكن يجمد لك المادة خلاص تحتفظ المادة الغذائية بخواصها لصغر حجم بلورات التلج وانتظامها صغيرة ومنتظمة وداخل النسيج وانخفاض كمية السائل المنفصل وانت عرفت يعني إيه كلمة سائل المنفصل هو أنه سائل الناتج من صغير المادة الغذائية ووجودها أو انخفاض كميتها ده بيحافظ لك على جودة المادة وخواص المادة الغذائية عندنا التجميد البطيء فيه التجميد البطيء بيتم على درجة كم؟ سالب 10 درجة مئة أوي طب ده ياخد أكتر من زمنية بياخد أكتر من 6 ساعات ممكن كمان يوصل لـ 12 ساعة بيفقد الغذاء كمية الغذائية لكبر حجم بلورات التلج وعدم انتظامها مع زيادة كمية السائل المنفصل يبقى إحنا لو جمدنا تجميد بطيء هتبصي تلاقي كمية السائل المنفصل كبيرة وبالتالي لا تحتفظ المادة الغذائية بقيمتها الغذائية دلوقتي عندنا خطوات أو طريقة من طرق تجميد خضر إحنا دلوقتي عندنا تجميد إحنا هنجمد حاجات كتيرة جدا بنشوف الخضر المتوفرة عندنا في الفصل عندنا إيه؟ ونبتدي نعمل عملية تجميد طب نشوف كده من أهم طرق تجميد خضر خدنا على سبيل المثال مثلا بسلة تعال نشوف أول خطوة أول خطوة هتعملها اختيار الصم طبعا بتختار الصم في المناسب الخالي من أي عيوب بعد ما بتيجي تعمل عملية اختيار الصم بتستلم الخامة بتاعتك وتبتدي تعمل فرز وتدريج يعني فرز وتدريج يعني بتفرز الحاجات الكويسة بتخليها والتاعد كده الحاجة الوحشة تبتدي تبعدها التدريج بتدرج الأحجام المناسبة مع بعضيها والحجام الكبيرة مع بعضيها وخلي بالك في التدريج ده عندنا فيه نوعين من أنواع التدريج ممكن فيه تدريج اسمه تدريج وصفي وتدريج حجمي تدريج الوصفي ان انت بتدرج على حسب الجودة تدريج حجمي ان انت بتدرج على حسب الحجم بعد كده التجزيء والتقطيع بتبتدي تقطع الحاجة اللي انت حتبتدي تجمدها لو كان بسلة حتقشرها لو كان حاجة كبيرة تقطعها بعد كده بتعمل عملية الغسيل وبعد كده بتعمل عملية السلق طيب بعد السلق هقولك دلوقتي حاجة كده بعد السلق بتبرد بتبرد الحاجة اللي سلقتها بتخسلها وبعد كده بتعمل تعبئة بعد ما تعب بتعمل ايه؟ تجميد بعد ما تجمد تعمل التغزين حب اقول حاجة في الحتة دي برضو خلي بالك كويس جدا المهارة دي تعتبر من المهارات العملي اللي انت حتتطبقها ساعات في المعمل لما انا اجي اقولك ما هي الخطوات الاساسية في تجميد البسلة مثلا انت حتكتب لي نفس الخطوات اللي انا قلتها دي على الايه؟ على الشاشة ولكن خلي بالك في فرق لما اقولك برد مادة غزائية وفي فرق لما اقولك جمد المادة الغزائية لما اجي اقولك برد المادة الغزائية هتكتب لي الخطوات بدون خطوة السلق يعني انت هتعمل عملية اختيار الصمف الاستلام الفرز والتجزي الفرز والتدريج تجزيء وتقطيع تعبئة تبريد تخلي بالك من الحتة دي لكن لما اقولك اسرد او قول خطوات عملية التجميد هتقول اختيار الصمف هتقول الاستلام وهتقول التجزيء اللي هي الفرز والتجزيء الفرز والتدريج الفرز ان انت بتفرز تدريج كلمة تدريج قلنا فيه نوعين من انواع التدريج فيه تدريج وصفي وتدريج حجمي يعني ايه تدريج وصفي ان انا ابص للحاجة بتاعتي واشوف في حاجات جودتها عالية جدا مثلا انا عايز اجمد مثلا اي نوع من انواع الخضر تلاقي مثلا ما فيهاش اصابة اللون كله موحد الجودة بتاعتها عالية عشان كده اقول ايه درجة اولى درجة تانية ده اسمه التدريج الوصفي التدريج الحجمي ان انت تبتدي تحط الاحجام الكبيرة مع بعضها والاحجام الصغيرة مع بعضها طب احنا عندنا البسلة هل البسلة هعرف ان انا افصل الاحجام الكبيرة على الاحجام الصغيرة ايوة طبعا هنقدر نفصلها بتبقى فيه طريقة ان احنا بنفسص البسلة وبنحطها فيه محالي الملحية مختلفة التركيز عن طريق اختلاف الكسافة نبتدي نفصل البسلة الصغيرة عن البسلة الكبيرة فيه خطوة مهمة جدا لابد ان انا اعملها في عملية التجميد وديه اللي بتخلي المادة الغذائية الجودة بتاعتها عالية خطوة ايه؟ خطوة السلق انت ما بتيجي تحفظ مادة غذائية داخل التجميد لابد ان انت بتعمل سلق للخضر لمدة حوالي من 3-4 دقايق ليه؟ السلق ده لي وظيفة مهمة اول حاجة بيقضي لك على الانزيمات المسببة لتغيير اللون احنا قلنا مش ضمن عوامل الفساد فيه انزيمات؟ ايه قلنا انزيمات وقلنا التجميد من طرق الحفظ المستديمة؟ نعم اذا انت الانزيمات اللي جوه المادة الغذائية دي عن طريق عملية السلق هيحصل ايه؟ هتموت وبالتالي مش هتغير اللون بتاع المادة الغذائية يبقى السلق اول حاجة بتعمل لك ايه؟ بتعمل لك القضاء على الانزيمات التي تسبب تغيير في لون المادة الغذائية فهتدي اول حاجة السلق بيقلل لك حجم الخضروات وبالتالي سهل انك تعب بيها عندك مثلا ايه الخضروات؟ خضروات الورقية عندك ملوخية عندك سبانخ جبتك ميات كبيرة جدا طب انت لما بتيجي تعمل عملية السلق هتبص تلاقي حجمها هتبتدي قل وبالتالي سهل انها تتعب وتبتدي تعمل لها عملية التجميد السلق تعتبر طريقة تعاقيم جزئية يعني ايه طريقة تعاقيم جزئية؟ انت بتستخدم مياه مغلية طب عملية الغلايا انت تعتبر عملية تعاقيم لو انت عندك اي نوع من انواع الخضر هتعمل ايه؟ لو اي نوع من انواع الخضر هتبص تلاقي هتحافظ على جودة المادة الغذائية واي اي احياء دقيقة موجودة عن طريق عملية السلق ممكن انها تموت برضو عملية السلق بتقديلك على المواد المخاطية الموجودة في المادة الغذائية ايه المواد المخاطية زي ايه؟ عندك دلوقتي عندك زي البامية البامية عندك القلقاس الكلام ده في مواد مخاطية كده لازجة بتكون موجودة لكن لما تيجي تعمل عملية السلق عملية السلق دي هتعمل ايه؟ هتبص تلاقيها هتشن لك معظم المواد المخاطية وبالتالي سهل انك تعب بيها وسهل انك انت تعمل لها عملية الحفظ خلي بالك عملية السلق دي موجودة في عملية التجميد وعملية التعقيم ونفس الاهداف واحدة اذا عملية السلق من العمليات المهمة جدا عشان نحافظ على جودة المادة الغذائية من حيث اللون والطعم والرائح واحد حيسألني حيقولي لو انا عايزي اجمد فواكه هل انا حسلق الفواكه؟ هقوله لا طبعا انت لو سلقت الفكهة هتبص تلاقي نسبة السكر هتنزل في ماء السلق وحتتعرض الفكهة لتدهور في الخواص بتاعتها في حاجة ممكن تعملها ممكن ان انت تعمل عملية سلق بالبخار لفترة قصيرة سلق بيبقى ايه بيبقى عندك حلة كده وحط عليها المصفى وحط الفكهة اللي مخايف او تخشى من اسوداد لونة البخار او السلق بالبخار لمدة دقايق ده هيحافظ لك على جودة المادة الغذائية وحيحافظ لك على نسبة الفيتامينات ونسبة السكريات اللي موجودة في الخضر والفكهة اللي موجودة عندك وبعد كده جمد ده في حاجة كمان بنبتدي نعملها تعملها بقى ستات البيوت الشطرة يعني مثلا انت عايز تجمد البسل ساعت في مية السلق تضيف لها نسبة من الملح او نسبة من السكر ده بيعمل ايه بيزود نسبة المواد الصلبة اللي موجودة في ماء السلق وبالتالي تبص تلاقي البسلة او الخضروات ما تفقدش اي حاجة في القيمة الغذائية بتاعتها بعد ما بتيجي تعمل عملية السلق تبتدي تصفي كويس جدا وتبتدي تعمل عملية تبريد وغسيل لان الحاجة او الخضرات تبص تلاقي بيبقى درجة حرارة مرتفعة شوية وانا ما اقدرش ان انا اعبيه وسخن بالطريقة دي فبتدي اعمل عملية غسيل وتبريد وبعد كده تبتدي تتعمل عملية التعبئة في العبوات المناسبة للخضر او الفكهة المراض حفظها بالتجميد بعد كده بتعمل ايه تبتدي تاخد تقفل كويس او تغلب تغبئة وتغليب بطريقة صحيحة وممارسات تصناعية جيدة وممارسات صحية جيدة وبعد كده خد وابتدي حط في درجات الحرارة اللي هتحط او تجمد عليها المادة الغذائية بتاعتك ابناء الطلبة طبعا احنا ما بنيجي نعمل الشغل ده شغل عملي الطلبة بتبقى بتعمل خطوات التجميد بطريقة رائعة جدا بيجمدوا الباميا وبيجمدوا البسيلا وبيجمدوا الفاصوليا وبيجمدوا الملوخية فيه كتير جدا الطلبة عندنا بيعملوا هذه الطريقة بيعملوها بطريقة فنية جدا وبيتبعوا الاشتراطات الصحية الجيدة والممارسات التصناعية الجيدة علشان يبتدي يديك منتج جودته عالية وخلي بالك كويس ان انت لما بتيجي تعمل عمليات الحفز بطريقة صحيحة ما بعد الحفز يكون مظبوط ما جيش انا احط المادة الغذائية في الفريزر عندي او في التجميد ويحصل تازبزه في درجات الحرارة التجميد نور قطع كهرباء قطعت كهرباء جد الديب فريزر يسيح وبعد كده يرجع الجمد وبعد كده يسيح ويرجع الجمد وبالتالي انا كده خليت المادة الغذائية تفقد كثير من الخواص الجيدة لها تدهورت المادة الغذائية لان انت محافظتش على الشروط او الحاجات الصحيحة في التجميد لازم فيه سبات في درجة حرارة التجميد المخازن اللي انت بتحط فيها الديب فريزرات لابد تكون مجهزة تجهيزا تاما بحيث لو حصل انقطاع في الطيارة الكهرباء يبقى فيه مولد للكهرباء عشان خاطر محصلش انقطاع وما تحصلش اي تدهورات للمادة الغذائية طبعا تخلي بالك كويس ابناء الطلبة ان انت الحاجات دي جزء ده ده بيبقى جزء عملي وبيجي في ابتحانات العملي ان شاء الله اللي اقربت على انها موجودة اللي هي خطوات عملية اما تبريد او اما تجميد وتخلي بالك الفرق تجميد بتسلق تبريد ما بيحصلش عملية السلق نشوف مع بعض الكلام ده تاني يبقى احنا دلوقتي عندنا السلق والتبريد والتعبئة والتجميد والتخزين عندنا دلوقتي سؤال بيقولك ايه علل بعض الخطر يتم سلقها قبل التجميد هنقول الجابة فيه صورة بسيطة جدا للقضاء على الانزيمات المسببة لتغيير اللون مثل ايه مثل القلب السلق في عندك دلوقتي ما هي اهم مشاكل التجميد اللحمة عندنا اللحمة ساعات بيحصل لها نوع من انواع المشاكل ان هي بيتغير لونها بيبقى لونها قاتم اللي هي تغيير لون اللحمة بسبب الاكسادة والاكسادة اللي هو دخول الاكسوجين على سبغة الهيموجلوبين وبيغير لك لونها لذلك تغدى في اللحمة ما اللي لازم نعمل لها تغليب في اللحمة بالسلوفان او باستخدام البوليئسيلين لالك ياس ويمكن حفظ اللون باستخدام نيتريت السوديوم نيتريت السوديوم ده دي مادة بيستخدمها في بعض منتجات اللحوم ايه بعض منتجات اللحوم ده منتجات اللحوم زي عندك الباستيرما زي عندك اللانشون بنحط مادة نيتريت السوديوم بالحدود المسموح بيها حوالي 250 جزء في المليون دي بتعمل ايه دي بتحافظ لك على لون المادة الغذائية لون اللحمة وتخلي لونها وردي وخلي بالك برضو بتوع اللحوم لما يجي يعرضوا اللحمة في المحلات بتاعتهم لابد انهم يغطوها عشان ما يحصلش اي اكسادة للون اللحمة الحفظ باستخدام درجة الحرارة المرتفعة طيب احنا درجة الحرارة المرتفعة عندنا زي ايه الحرارة المرتفعة بتؤدي الى قتل جميع الاحياء الدقيقة المراضية واتلاف الانزيمات واتلاف الانزيمات طيب انا اقول لكم بس حاجة كده انا قلتها من قيمة شوية قلتلك ايه في عندنا الحرارة عندنا درجة الحرارة المرتفعة ودرجة الحرارة المنخفضة انا خدت الحرارة المنخفضة كلها التجميد والتبريد درجة الحرارة المرتفعة عندنا زي البسطرة والتعقيم ان شاء الله ابناء الطلبة والطالبات هناخد الجزء الخاص بالحفظ عن طريق استخدام الحرارة المرتفعة في الحلقة القادمة ان شاء الله ارجو انكم تكونوا استفدوا من الحلقة دي على امل اللقاء بيكم ان شاء الله واستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته